وفيه من الفوائد استحباب مجالسة الصالحين والحرص على ذلك فإنه مما يزداد به الإيمان ويثبت به اليقين هذا خطاب لسيد الورى الذي ليس محتاجاً إلى أحد يأمره الله بأن يجالس الأخيان ولا تطرد الذين يدعون ربهم وفيه إكرام أهل الطاعة أيضاً وأهل العبادة وأنه ينبغي أن يكرمون وأن يجلون وأن ينزلوا منزلة تليق بهم فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره اشتركوا في القناة